حشتوني جداً 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 عارفنا أن أنا الفترة اللي فاتت كنت مأثر في حققكم لماذا؟ جد حققكم علي الفترة اللي جاية إن شاء الله سأبقى معاكم لأنني سأكون صريح برضو يعني أنا مش عارف لحد إمتى بس ستجدوني على القناة الجديدة أرتك لو ترسل عدش سبسكرايب لأرتك انزل دلوقتي حالاً اعمل سبسكرايب لأرتك حشتوني جداً والله جد المهم الحلقة النهاردة هنشوف فيها حيات كتير هنشوف تخفيضات كبيرة من أيام دي على معالجات الجيل الثاني من رايزن وتفاصيل مؤكدة عن جهاز بلاي ستيشن اللي جاي وارتفاع أسهم نينتندو بشكل غير مسبوق واستعدوا بقى أنكوا تودعوا أبليكيشن بي بي أم أهلاً بيكم في حلقة جديدة من الويكلي نيوز أنا أحمد عزيز من العرب هاردوير بنقرب على إصدار معالجات الجيل الثاني من رايزن علشان كده ايم دي بتنزل معالج رايزن سيفن من الجيل الثاني بسعر أقل معالج رايزن سيفن الجيل الثاني يعتبر أقوى معالج حالياً في فئته السعرية في الحقيقة ما فيش أي منافس له من انتل لأن المعالج الوحيد اللي ممكن يتفوق عليه هو الـ i9-9700K وده سعره حوالي 510 دولار يعني ما فيش مقارنة أساساً في السعر وده الحاجة اللي بتخليه الاختيار الأفضل خصوصاً لو انت من الـ content creators وبتحتاج تستخدم برامج التصميم أو المونتاج كتير وشغلك بيعتمد كتير على الرندر فبنفكرك أن سعر معالج رايزن سيفن 2700 وصل لـ 225 دولار بعد ما كان 300 دولار وسعر رايزن سيفن 2700X وصل لـ 295 دولار بدل 330 دولار فللمستخدمين دي تعتبر فرصة مثالية علشان يشتروا علشان تعرفوا تفاصيل أكتر عن مواصفات المعالجين ممكن تتابعوا مراجعتنا لهم من اللينك اللي في الأقاية دلوقتي أخيراً 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 بدرنا نعرف معلومات مؤكدة عن جهاز بلاي ستيشن اللي جاي من سوني وده في مقابلة خاصة عملها الجيم ديزاينر المخادرة مايك سيرني مع مجلة اسمها ويرد في المقابلة دي مارك كان بيقول إن الجهاز كان بيتم العمل على تطويره من زمان من حوالي أربع سنين وبرغم إن ممكن الجمهور يفتكروا إن ده مجرد تحديث للكونسل الحالي فهو شايف إن ده مش صح حتى مع إطلاق أجهزة البرو والأكس بوكس وان اكس وده اللي حصل في نص العمر الأجهزة الجيلي الحالي وشايف كمان إن الجهاز الجاي حيقدم تغييرات مؤثرة وجوهرية في تجربة الجيمينج بالنسبة بقى للأسئلة اللي بتخص تسمية الجهاز وهل هيكون فعلاً اسمه بلاي ستيشن فايف ولا لا فاردود مايك سيرني كانت عبارة عن ابتسامة وكلمة منصة الجيل القادم واللي كرارها كتير وقال إن المنصة دي مش هتكون موجودة في الأسواق سنة 2019 يعني من الآخر كده مفيش بلاي ستيشن فايف السنة دي حالياً الجهاز موجود بالفعل مع أكتر من استوديو علشان يشتغلوا على ألعاب الجيل القادم من المفترض إن الجهاز هيقدم نقلة حقيقية في أداء الجي بيو والسي بيو مع حجم رام أكبر وده اللي خلينا نستنى جرافيكس أقوى بكتير لألعاب الجيل اللي جايه ويخلينا برضو نستنى ساعات تخزين أكبر أو استوانات فيزيكال بحجم أكبر كمان مش عارف بصراحة الناس اللي بتعتمد على النسخ الديجيتال حتسمع الخبر ده أزاي يعني هم عانوا كتير جداً في تحميل لعبة زي ريت دادر دامشن تو هل هيبقى فيه كمان أحجام أكبر؟ من المفترض كمان إن الجهاز هيجي بمعالج AMD رايزن الجديد بتمانية كور ودقة تصنيع سبعة نانوميتر وحيدعم تقنية RTX وده اللي نخلينا متوقعين إن إصدار الجهاز لسه قدامه كتير عموماً لو عاوزين تعرفوا تفاصيل أكتر عن الجهاز وتوقعاتنا له ممكن تشوفوا الفيديو بتاعنا من القايم الهام وطالما بنتكلم إن الجهاز الجديد من بلاي ستيشن حيدعم ريت رايزنج فأكيد حنسمع كمان من مايكروسوفت إن الجهاز الأكس بوكس الجديد هو كمان حيدعم التقنية طبعاً مع بعمل مكتبة DXR وده اللي بيخلينا نسأل سؤال مهم مش ده كده معناه إن كروت إن فيديا هي الوحيدة حالياً اللي تقدر تقدر تقدم التجربة دي خصوصاً بعد ما شفنا أداء الكروت دي على اللابتوبس المختلفة بدزاين الماكس كيو وده اللي بيحقق معادلة أحسن أداء بأقل حجم تبريد وأقل استهلاك للطاقة فهل ده معناه إننا حنشوف أجهزة الكونسل الجديدة شغالة بتكنولوجيز من إن فيديا ولا ممكن نشوف مفاجئة من حد تاني قولنا رأيكم تحت في الكامير وبما إننا تكلمنا عن تصميم الماكس كيو الأجهزة اللابتوب اللي شغالة بكروت إن فيديا في دلوقتي وأخيراً تقدروا تشتروا النسخ الجديدة من أجهزة لابتوبس MSI من على سوق دات كوم أو أي محلة تاني بس الناس بقى اللي بتتخدم من الأسعار ومش لازم تركزوا في سعر جهاز تايتن بس عموماً ده خبر سعيد لكل الناس اللي بتحب سلسلة أجهزة MSI المحمولة واللي بساعة تشتري جهاز من السلسلة الجديدة السلسلة أخيراً خلاص نزلت مصر شركة EA بتعلن إنها قربت تخلص مرحلة التحضير للإنتاج للنسخة الريماسترد من ألعاب Command & Conquer وRed Alert فمن حقالي ثلاثة أيام نزل بوست على موقع ريدد بتظهر فيه صورة من تصميمات اللعبة الجديدة التصميمات دي من Game Vesella وهو منتج من EA ظهرت في الصورة وتكلم فيه إنهم خلال شهر مارس اللي فات انتهوا من أول مرحلة بشكل كامل وعلى دقة 4K وبيتكلم فيه عن إن الهدف الأول لفريق التطوير هو الحفاظ على شكل وأصالة اللعبة زي الأجزاء القديمة وإنهم يقدموها بشكل يتماشى مع التطورات اللي وصلنا لها بعد كل السنين دي وده معناه إن الأولوية دايماً هتكون من نصيب استخدام تفاصيل من الأجزاء الأصلية أو من النسخ الأفضل في الجرافيكس للمشاهد السينمائية اللي فيها بس عموماً عمليات development لسه شغالة أو مفيش أي إعلان عن تاريخ إصدار محدد لحد دلوقتي قولنا في التعليقات هل أنتم متحمسين تجربوا اللعبة تاني بنسختها ريماسترد ولا لا؟ هل هتقدر ترجع بنفس قوتها زي زمان ولا لا؟ رئيس ستوديو نوتي دوكز نيل راكمان أعلن عن الانتهاء من مرحلة التصوير والموشن كابتشور وعلى الانتهاء من آخر مشهد في The Last of Us 2 وده اللي قالوا في تويتا إنه تم تصوير آخر مشهد من الجزء التاني من لعبة The Last of Us 2 وتكلم كمان عن إن المشهد ده كان نهاية أكتر مشروع تصوير سينمائي طموح اشتغلوا عليه لحد دلوقتي الصورة بيظهر فيها تروي بيكر وأشلي جونسون اللي بتأدي دور إلي وطبعاً مفيش أي كلام عن معاد الإصدار والانتهاء من التصوير مش معناه إن المعاد ده قريب أو بعيد يعني في الآخر وفي الأول برضو هنفضل بنفس الحيرة هل يا ترى اللعبة هتكون من إصدارات الجيل الحالي ولا هنشوفها مع الكنسل الجديد اللي جاي والPS4 بروه بس قلونا توقعاتكم تحت في الكومنس شائعات جديدة بتقول إن AMD بتحضر للإعلان عن كروتها الجديدة اللي هتيجي بإسم Navy 10 وده في شهر يونيو اللي جاي تزامناً مع معرض E3 الشائعات أو الرومرز دي برضو بتقول إن هما هيكشفوا على البنشماركس لأداء الكروتو بس وإن الإصدار الفعلي هيكون في شهر يوليو يعني بعدها بشهر لكن على العموم دي كلها لسه شائعات فهل شايفين الكلام ده ممكن يكون صح خصوصاً بعد معرفة تفاصيل أكتر عن الكنسل اللي جاي وهل ممكن الكنسل اللي جاي ييجي بكروت Navy 10 ولهنا رأيكم تحت في الكومنس لعبة Burnout Paradise بتقفل سيرفاراتها بعد استمرار لـ 12 سنة شركة EA قررت أنها تقفل تماماً سيرفارات الأونلاين لللعبة وده في يوم الخميس 1 أغسطس على أجهزة الجيل اللي فات البلايستيشن 3 والأكس بوكس 360 والبي سي اللعبة نزلت في 2008 وهي آخر إصدار رئيسي في السلسلة وقدمت تجربة لعب Open World ومالتي بلاير وكان يعتبر من أحسن تجارب اللي تقدمت على الجيل اللي فات جادير بالذكر إن قفل سيرفارات ده مش هيأثر على الجيمرز اللي اشتروا النسخة Remastered لصدرت السنة اللي فاتت ودي كانت النسخة اللي اطلقت السنة اللي فاتت على الإكس بوكس 1 ولكن الجيمرز اللي بيلعبوها النسخة القديمة على نفس الجهاز مش هيقدروا يلعبوها أونلاين تاني فقالونا تحت في الكومنس إيه هي أحسن إصدارات سلسلة Burnout بالنسبة لكم Blackberry Messenger أو البي بي ام هيقفل كلنا طبعا فاكرين قد إيه البي بي ام ده كان مسيطر على الاتشاد في فترة ما وده اللي خلى جزء كبير من الناس إنها تروح تشتري أجهزة Blackberry مخصوص وقتها ده كان قبل ما أندرويد وآيو اس ينتشروا ويظهر بعد كده أبليكيشنز زي واتساب ومسنجر وتليجرام ويفرضوا سيطرتهم التامة ويتطر البي بي ام دلوقتي إنه يقفل واللي تقريبا مات مع موت أجهزة Blackberry فخلاص احنا بنوضع الابليكيشن والذكريات دي كلها يوم 31 مايو اللي جاي اللي حيكون آخر يوم للابليكيشن فلو فاكر آخر مرة استخدمت فيها البي بي ام كانت امتا اكتب لقنا تحت في الكومنت أسهم شركة نينتندو علية جدا لأعلى قيمة لها في بورس توكيو من 2016 واللي كان وقت إطلاق لعبة بوكيمون جو وده كان يوم الجمعة 19 إبريلي اللي فات لما أسهم شركة نينتندو ارتفعت بشكل كبير جدا بعد خبر ان هما تسمح لهم يبيعوا جهاز نينتندو سويتش في الصين تقرير من الرويترز بيقول ان خلمة أسهم نينتندو ارتفعت بنسبة 17% في سوق أسهم توكيو ودي تعتبر أكبر نسبة واستطلاها الأسهم من يوليو 2016 طبعا نينتندو قدرت تبيع أخيرا جهاز السويتش في الصين بعد تعاون مع شركة تينسنت وفي الحقيقة نصحة في يوم نلاقي عالم الألعاب كله مستحوذ عليه من تينسنت تينسنت دي بالمناسبة اللي اشترت واحدة من أكبر لعب باتل ريال وهي باب جي وغير أن انت وحشتوني الفترة اللي فاتت وحتوحشوني حد الحلقة اللي جاية دي كانت كل الأخبار اللي عندنا النهاردة لو عايزين تعرفوا تفاصيل أكتر عن الأخبار دي زروا عرب هاردوير دوت نت ولو انستجرام تويتر فيسبوك يوتيوب باي اشتركوا في القناة